السلام عليكم طلاب شلوكم شخباركم ان شاء الله الكل بخير خبرنا اليوم بخصوص العطلة غدن الاربعاء طبعا اول محافظة هي محافظة اربيل تعطيل الدوم الرسمي اليوم غدن الاربعاء في ممثلية اربيل ممثلية وزارة التربية في محافظة اربيل هذه العطلة ما نعرف بسبب الامطار او بسبب يعني مناصبة عيد نوروز ما نعرف بس المهم لهم عطلة رسمية يوم غدن الاربعاء راح تكون في محافظة اربيل وكذلك محافظة نينوة قررت تعطيل الدوم الرسمي كذلك يوم غدن الاربعاء فالحد الان يعني فقط محافظة اربيل وكذلك نينوة لهم عطلة رسمية يوم غدن الاربعاء بالنسبة لبقية المحافظات فالحد الان دوم الرسمي وكذلك تربية الاصافة الثانية نزل التبليغ نظرا لاستمرار من خفض الجوي وموجة الامطار الغزيرة خلال اليومين وحفاظا على سلامة بنان الطلبة جدد المدير العامل المديري بمتابعة تصريف المياه والتأكد من اسلاك الكهرباء وعدم تعرضها لاي اضرار قد تشكل خطر على ارواح الطلبة او تعيق استمرار الدوم طبعا هذا مجرد تنبيه مو عطلة بالنسبة لبصافة الثانية مجرد تنبيه هذا كل ما بالفيديو اي محافظة تعطل الدوم راح نزللكم انشاء الله بالقناة اول بأول نتمنى التوفيق للجميع اشتركوا في القناة